هنتقل بكم الى ايضا خبر اخر ايجابي افرق حضراتكم على تقرير حياة كريمة اخبارها ايه والغربية عاملة ايه مع حياة كريمة هنشوف التقرير لو نرجع نتلمس او نسأل ضيفي في الفقرة عن ماذا يتم ومزيد من التفاصيل بعد هذا التقرير في ظل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستمر في الانشاء تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى الاكثر احتياجا هنا في قرية شبراميلس التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية نجد مشروعات كثيرة تم الانتهاء من معظمها في المرحلة الاولى بنسبة 95% الناس حاليا حست ان تغيير تعدى 360 درجة 288 درجة تغيير كامل في البنية التحتية المشاريع ممتازة واحنا نتمنىها تعم الريف المصري بصفة عامة صراحة لان هي تعتبر بمثابة حياة بالنسبة لأي مواطن ده حلم ما كناش بنحلم به ان يتحقق نهاء شغل فوق الوصف ليه؟ نهار عملت مطافي عملت ملعب عملت موقف عملت جميع كل حاجة حلوة في البلد مشروعات خدمية افتقدها الاهالي على مدى السنوات الماضية وهو ما جعل الاهالي يحرصون على توجيه الشكر للقائمين على هذه المبادرة احنا النهاردة شفنا حلم ما حلم نهوشي ان صرف مية غاز خطوط فايبر مدرسة لغات تطور المدرس بالكامل المنطقة كانت في اماس الاحتياج الى مدرسة لغات وتحققت الامنية الحمد لله لانه المنطقة فيها كسافة سكانية عالية وعلى استعداد لهذا النوع من التعليم المبادرة الرئاسية مستمرة في تطوير الريف المصري بكل محافظات الجمهورية من اجل حياة كريمة التي تستهدف اكثر من خمسين مليون مواطن مصري اشتركوا في القناة